بس الحاجة اللي مطلوها من السادة المشاهدين محمد الشناوي ماله محمد الشناوي ده السؤال كده ماله محمد الشناوي محمد الشناوي الحارس الكبير الحارس الاول في مصر ماله الفترة الاخيرة بقى فيه اخطاء قريبة مصبوط طبعا ما فيه شك يعني خلينا نكلم احنا لو هنكلم على الشناوي طبعا هنكلم على فترة اللعب في النادي الاهلي اللي هي من قول السنة دي يعني يعني الشناوي ممكن يبقى كانت الاخطاء ممكن تبقى مثلا يعني بيقول لو كل عشر مباريات في خطأ أو كل ما العدد يعني عدد المباراة يقل يزيد والأخطاء بتقل فده يبقى طبعا بتحسب الحاليس المرمى وبتحسب يعني خلاص بيبقى الحاليس المرمى ما عندوش مشاكل خالص اللي هم كده كده أنا وحضرتك والسيدة المشاهدين وكل الناس في العالم مش تختلف إنه الحاليس هيغلط هيغلط أه طبعا مش كده ده دايبا بقوله يعني كلما الأخطاء تبقى المتبعدة كلما يبقى أفضل يعني الناس طبعا إيه يعني شوية لسه إحنا سايبين كاس العالم من وقت قليل جدا مفيش 4-5 أيام ورجعنا على طول على مباراة الهلال فطبعا فيه كرة في مباراة الهلال في مباراة فلامينجو اللي وقعت من الشناوي تصادم تقريبا ياسر إبراهيم تقريبا مع الشناوي فكرة وقعت وحصل في بقى تعادل وفلامينجو رجع المباراة طبعا مع كم كرة تانية يعني مش عسين بس نحط الاسبوت على كرة الشناوي وفي طبعا انفراد شريف وطبعا ضرب الجزاء عملها علي معلول وضرب الجزاء ضياها علي معلول زائد فيه كرة البرزيتا وكنا برضو واضحة جدا في المباراة دي فدي لسه الخطأ ده كان قريب بالنسبة للشناوي يعني طبعا انتجة ان حصل تصادم بينه وبين ياسر إبراهيم فكرة وقعت وزي ما شفناها داخلت هدف فالناس لسه فاكرها يعني لسه قريبة وبعدها بقى هنتكلم طبعا على كرة الهلال لاني انا شايف يعني ممكن انها بقى مختلف شوية عن الناس كتير يعني انا ما بحبش ابدا انا بقول رأيي من وجهة نظري اني مقطعي بها تماما ووجهة نظري دي تبقى مجردة من اي اتجاهات مجردة من اي حسابات مجردة من حب وكره انا بقول وجهة نظري كرجل فني متخصص في الجزئية دي فلما بقول وجهة نظري انا بقى ما بتحملش على حد ولا بدافع ولا بدافع على الشيناوي بس حالك قلت له يلوقتي انه في رأي مخالف عن اللي الناس شايفة يعني حالك شايف ان الكرة دي مش خطأ من الشيناوي مش عايزة اقول مش خطأ من الشيناوي يعني ايه عايزة عايزة بقى فيه يعني الشيناوي يعني فيه عذر للشيناوي في الكرة دي ما احنا هنتكلم عليها برضو انا عايزنا نتكلم عليها نتكلم عليها بص هنتفق ان الكرة دي سهلة ولا صعبة الكرة اللي جات جندي سهلة سهلة جدا سهلة جدا 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 طيب لو سألت الشيناه هيقولك سهلة طيب اه طبعا انا كانت تمرين مبارح في الملعب وكنت متابعة النتيجة وانا في الملعب عرفت ان الاهل الخسران واحد اول عطول ما خلطنا تمرين كان المباراة خلصت اول حاجة عملتها جبت على طول الموبايل وجبت الهدف شفت الهدف كتير جدا جدا فوق متى تخيل اشوف الهدف انا في حاجة غلط تمت اصلا الكورة سهلة سهلة جدا شناوي تمركز كويس جدا لم راحل نيحة اليمين ولم راحل نيحة للشمال ولا خارج بره المرمى كتير بتاع الحلام علي يا كبتان اه دي اول لقطة الرجل اسا ملقبش الكورة بص كعب على تمركز شناوي يعني الشناوي كده يعني بتهلق قريب جدا من المرمى يعني شو بص خط المرمى في انت حس ان كعب رجله على خط المرمى دي اول صورة اه مش كده امشي بقى بالصورة اللي بعد كده دي تمركز سليم الاول اه طب مليون في المية تمام بص يا كبتان كاريب كورة ايه مشت برضو الشناوي بص اه بدأ ايه بس رجله الشمال تطلع حاجة بسيطة امشي بقى الصورة اللي بعد كده تقريبا دي تقريبا تسع لقطات اللي بعد اطول بقى امشي معنا يا جماعة صورة اطول اه لا انت رجعت كده تادي ماشي هات اللي بعد مفيش مشكلة انا اصلا اقولك ان التمركز كده ممتاز مش انهم مش متقدم ولا مرحل يمين ولا مرحل امشي كمان سورة اللي بعد كده كورة بتقريبا هات هو برضو ايه قريبا منها جدا مفيش اي مشكلة مفيش اي صعوبة تماما امشي السورة اللي بعد كده برضو هنا الشناوي ايه كتطلع بربل الشمال قدام شوية بس برضو مش متقدم بص رجل يمين فين قريبا جدا من خط المرمى يعني ماخدش مسلا تلات اربع يارضات له قدام فبقت صعبة فبقت صعبة عليه انه يلحقها من ظهره او مسلا جيه ناحية اليمين هنا ناحية الزاوة الديقة اللي احنا بقونا عليها ديقة اللي هي ناحية ناحية يمينه والراجل بيرفع او بيحطها في المرمى خد خطوطون تلاتة ناحية الزاوة اليمين فراحت ناحية الزاوة الايه الشمال ولا تقدم تلات اربع يارضات مش ده برضو مش ده كل ده ما حصلش انت تلاتي بتقول لي انه هو تمركز البتاع تمركز بتاعه سليم مياه ممتاز ممتاز لم راحل ناحية اليمين بزيادة ولا خد قرار انه يروح ناحية اليمين ولا خد قرار انه يتقدم ثلات اربع خطوات هو كل عمل بس انه طلع رجل الشمال زي ما حارك شايف كده يعني حاجة بسيطة يرضى انما رجل اليمين لسه فين لسه داريب على خط المرمى امشي كمان السورة اللي بعد كده بصة بصة كابتا كريم فجأة كده خد بالك الكرة جاية في بطن الشبكة على فكرة الكرة مش راحة في المقص انت شايفش الصورة دي بصة كرة فين يا كابتا كريم لو ركزت قوي على هتلاقي نقطة بيضة نقطة بيضة فين بعد بعد دماغي الشناو بعد عن ناحية ناحية ايدي الشناو اليمين فكرة ناحية سقطة فين تحت مش فوق يعني حتى مش راحة صعبة فانعليت راحت في المقص فوق المقص اللي هناك المقص الشمالي اللي هناك مش راحة في المقص خالص فاييه تحت سهلة برضو سهلة انا عايز بس ايه كل حاجة سهلة على فكرة كل حاجة اللي في الكرة دي مابش فيه صعوبة تماما للشناو طيب انا بقى هقول حاجة وانكن الناس هتطلع بقى تلاقي ناس مش عايف يبقى فيها تهكم ومش عارف كل الكلام ده انا ما باعترفش بي خلي بقى تعالي بقى من اللي موجود معنا النهاردة شزعة طيب شزعة طيب تعالي بقى عشان نتكلن في النقطة دي فاحنا اتفقنا بص بقى الشناو بيطير وكرة نازلة سقطة تحتي كرة مش عالية فالكرة سهلة سهلة جدا طيب فيه مشكلة حصلت في نص ما اخد بالك انا انا برح شفتها كتير وانا توقعت حاجة ان الكرة دي فيه مشكلة حصلت للشناوي فحصلت يعني فحصلت اتصال بيني وبين الشناوي عشان يعني اسأله السؤال اللي انا مخيرني اتصلت بالشناوي طبعا عشان انت عايز تفهم بقى انا بعتمه رسالة حيل وارد عليها برسالة على طول حيل وارجعت اتصالت تواصلت معاك بالليل سهلته ايه وقالك ايه انا زي ما قلت لك انا شفت الجول كتير جدا جدا انا علفت بقى ان فيه هجوم شارس بعد المباراة على طول هجوم بقى في السوشيال ميديا واخد بالك برامج ستوكشو كلها يعني يعني مزعين كبار وبتاع ممسكو يعني بهدلو الشناوي مبارح بهدلوه فانا الحاجة اللي انا في دماغي دي عايز اتأكد منها فما فيش حد هتأكد منه غير انه انا اعمل ايه اتكلمش انه انا اه 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 بعدت رسالة لشيني محبو بعدها ما فيش فترة بسيطة ايه بقى وتلو ايه وتلو ايه وتلو ايه انا عايز اتأكد انا الكرة سهلة سهلة جدا جدا مفيش فاقية مشكلة خالص ايه اللي حصل اه انت تعاملت مع الكرة بعد الكرة عدت يعني الكرة مشت وعدت بعد ايه كنت بتعامل معها بعد ما ايه بعد ما عدت في المرمى اه يعني بعد يعني يقوم بالك هو لو رفع ايده بدري شوية كرة هتعمل ايه هتغبط في ايده اليمين هو رفع ايده اليمين بعد كرة ما عملت ايه نزلت بعد ما عدت نزلت اه فهنا بقى يبقى في مشكلة هل الشناوي مثلا يعني فجأة كده مثلا ايه لا سمح الله مثلا لا يعني اتعامة اه مهملاش حق يعني في الشناوي فجأة كده مثلا فقط بصره صحب مش كده ولا ايه مهم مفيش انا 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 توقعت وقلت الكلام ده للجهاز فاني ان الشناوي فيه في وقت من في الكرة جاية وكرة وهي ماشية ما صار الكرة فيه وقت من اللقوات الشناوي مشافش كرة من الشمس اه المصي بتلعب مبارح بالايه اه بالنهار ساعة ثلاثة اه فانا في وقت من قلت قلت احتي الجهاز كله بك قال لي لا لا بطوله صدقني فيه شمس اه ما مش ممكن الكرة دي تخش في الشناوي انا تراجع اللي عبت كرة اه وقفت مشاهات كتير صح ولعبت في اوقات كتير بالنهار اه وفيه اوقات يعني انا مجرد بص فيه هنا فيه هنا سبط فوق اه انا مجرد ما برفع عيني كده اه ما بشوفش صح فيه احسن لحظة كده بتيجي انا بفقد ما بشوفش الكرة وهي جاية في نص المسافة اه شناه ما شوفش الكرة خالص اه ايدي انا مش شايفها صح فبرفع ايدي الشناوي فيه لحظة في نص المسافة ما شوفش كرة تماما كرة جات في عيني الشمس اه بقيت كرة في عيني الشمس فالشناوي ما شوفش الكرة خالص عشان كده كرة بعد ما عدد بدأ الشناوي يعمل ايه يتعامل معه يعني ده اللي قالو لك الشناوي يعني ده اللي ازبط وقت نظر انا 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 توقعت الكلام ده وقلتو في قط اللبس بعد المباراة لما شوفت الهدف هو فعلاً ما قدم رجله للشمال قدام فعلاً يعني زي ما كانت شاو قال إن رجله الشمال تقدمت شوية بس إيه بس ما تقدمش مسلاً 3-4 يارضات له قدام يعني 3-4 يارضات له قدام دول يخلوه يبقى كرة تسقط في ظهره وما يلحقهاش إنما هو متقدم كل اللي عملوا إن رجلي الشمال يتقدمت بس اللي يمين زي ما تشوفت كده على خط المرمى والشينو قال لك هي مشكلة في الشبس ما أنا بقول لك أنا توقعت الكلام ده وكدت أنا مصر إن أنا امتبعت رسالة الشينو بعدها ما فيش وقت الليل بعت لي الرسالة قال لي يعني أنا ممكن أسمع الرسالة فقال لي فعلاً في نص المسافة مشوفتش الكرة خالص مش شافهاش تماماً ورجعت بقى يعني اتصلنا بالليل بالكلمت وبالليل بعد يعني رجع تعفوما يرجع على لو لو الرسالة ما فيهاش كلام تاني وفيه مايك ممكن يسمعها لك مثلاً يعني لو حراك عايز أنت بتقول لك لا يعني هو الشمس طبعاً حصل خد بالك اللي بقوله ده كابتن كريم يعني ايه أنا مش عايزة بره بر للشينو بيغلط كان فيه عنده خطأ في كاس العالم في الكرة اللي وردت من ييده